اشتركوا في القناة هي مبسوطة معاك ولا انت من يعني مسبب لها شوية قلق فلو الدنيا مش متزبطة خليك معايا النهاردة هنناقش موضوع في غاية الاهمية مشكلة اسرية ويا طرى المشكلة الاسرية دي عايز حل طب ليها حل خليك معنا في المدرسة الحقيقة اعزائي المشاهدين برحب بكم بحييكم في يوم جديد وخلقة جديدة من حلقات مدرسة الحياة حبائي اتمنى النهاردة الرب يوصل لنا فكر مبارك اتمنى الرب النهاردة يشجعنا واتمنى النهاردة نتعلم من المعلم العظيم الكريم المبارك المعلم الصالح اللي بيحبنا اللي في هذه المدرسة بيقدم لنا حشاءه وقلبه حبائي في حلقة النهاردة معنا خدم الرب المبارك الدكتور عصام عزة مستشار طب النفسي من مصر الحبيبة برحب بيك الدكتور عصام اهلا بحضرتك الدكتور الرب يبارك حياتك بنبقى فرحنين قوي نشوفك ونشكر رب لأجلك والأجل حياتك والأجل خدمتك شكرا لمشاعركم وتشجعكم والأجل بيتك والأجل أسرتك الحلو امين شكرا الله وانا بشكر الله معاكم على الشمع امين حيا دكتور عصام النهاردة يمكن كل الناس اللي بيشاهدونا مش هنفاجئهم ولا حاجة لكن هنتكلم عن موضوع سببت الخطايا دخول الخطايا إلى أرضنا واحنا بنتكلم عن الأحداث اللي تمت في سفر التكوين في أصحاح 3 في أصحاح 2 حدث حدث رائع وشوفنا قد إيه الله أنعم إلى آدم بعطية وما أحلاها عطية والرب تكلم عن هذه العطية الجميلة اللي اداها لآدم وآدم اتكلم عنها كمان كلام جميل لكن شوفنا حدث غريب في أصحاح 3 عندما دخلت الخطايا إلى العالم لما الله ابتدى يتحدث مع آدم عن سبب مشكلته وليه هو مرمي بين الأشجار وليه مستخبي وليه حالته حال وليه هو حاسس بهذا الزمد والرب سألوا إيه اللي حصل فآدم رد عليه رد في غاية الغراب قالوا المشكلة اللي جوه البيت سببتها المدام وابتدى يحصل انقسام داخل الأسرة ودي مشكلة خطيرة جدا جدا حقيقة خلينا نشوف إيه اللي خلي آدم قال كده هل عندنا أدلة هل عندنا أسباب وإيه اللي عملته الخطيئة علشان تفرق بين جسد واحد زوج وزوجة فقلنا إيه المشهد العام الموجود في تكوين ثلاثة وليه ده حصل وزي ما حضرتك أشرت إلى تكوين اتنين كان مشهد جميل نظبوط في تكوين ثلاثة كان فيه مشكلة تكوين اتنين بش بس كان المشهد جميل بين أدم وحوة لكن كان المشهد أجمل من قبل كده ليه مين اللي عملها مش اللي جابها له مين اللي اخترها له مين اللي عملها له الرب نفسه اللي قال أصنع له أنا معين النظيره يعني فعلا عملها له وعملها له نظيره مفيش اختيار أحسن من كده مفيش أحلى زواكن موجود على الأرض الله نفسه اللي اختار ومش بس كده وأحضرها إلى ماليوش دور عليها ده جفاله لغاية عام حاجة رائعة يا رب يحضر لكل اللي مش متجوزين يا رب الشباب اللي قاعدين قدام شاشات تلفزيون والشبات يحضر لهم الله حاجة منه أكيد وعنده ومش معنده أمين بس مع أن الرب أحضرها لكن ده ما منعش المشاكل يعني كنا متوقعين أنه مدام الجواز موفق بهذا الشكل والله اللي عملها يبقى إيه المشاكل وده يورينا أنه وجود مشاكل في الأسرة ليس معناه أن الزواج خطأ لأنه ليس جواز أحسن من كده لكن فيه مشاكل وفيه أحسن كمان من إبراهيم مصر والكتاب يضرب بهم المثل كانت حتة ست محترمة وخضى عليه قوي دعاية إياه سيدها وأذاءها معاكا في منتهى الروعة لكن عند الأزمات إمتى حصلت المشاكل بقى عند الأزمات وده يورينا أنه ليس غريب أن تحدث مشاكل أو اختلافات في دائرة الأسرة عند الأزمات يعني عايز تقولي أنه مهما كان الزواج رائع وموفق زي ما حصل في الجنة وزي ما حصل مع أول مرة نرى كلمة سيدي يا أخي عجيب رائع يعني أن المرأة تقول لزوكها يا سيدي وهذا لا يعني العبودية لكن يعني الاحترام الزايد والتقدير دا دعته سيدها وهي بتقول وليس في وجوده في قلبها دا هي كانت بصله كده سواء قالت أو ما قالتش لي يعني حتى في عدة مبوده وسيدي قد شاخ دكتور عصام في قضية آدم وحوة بلا شك الخطيئة كان لها دور يعني يعني في مشكلة زي ما أشرت لينا أنه طالما في حاجة غريبة شازة دخلت ولدت الخلاف ولدت المشكلة وهذا لا يعني أن آدم بعد كده قال لربنا خد اللي أنت جبتها أنا مش عايزها ريح دماغي وشوف لي حاجة أحسن من كده لأنه شفنا بعدها في آخر الأصحاح أنه دعاها حواء أم لكل حي وحبها وشال هو وهي الشيلة دكتور عصام خليني أقف قدام طالما نقشنا هذا الأمر الأسري إزاي أعرف وإزاي أسد أن هذه المرأة الله قد أحضرها وأعرف دي من ربنا أو هذا الرجل الرب قد أحضره وهذا من الله هي الأساسات اللي أقدر أشجع بيها الشباب والشابات اللي هما بيفكروا ودخلين على مشوار الزواج هل في أساسات معينة أقدر أقول دي من ربنا وده من ربنا الأساسات اللي أقدر أدف أكيد في أساسات للاختيار أي وفي أساسات للأسرة أوكي فخلينا في أساس الاختيار أوكي مش كده أساس الاختيار حقيقة برضو أنا نفسي أننا نطمئن بمعنى من الذي شغل أولا بالارتباط هل الرب شغل أولا ولا آدم شغل أولا نحن نعرف تكوين اتنين أن قبل ما آدم يقول عنه الكتاب لم يجد لنفسه معين النظيره الرب قال ليس جيد أن يكون آدم وحده يبقى إذن عندنا مبدأ كتاب إيه المبدأ الكتاب ده اللي أنت عايل همه اللي أنت عايل همه الله عايل همه قابلك يا أخي حاجة مشجعة يعني شيء رائع يعني الله مجغول بسعادتنا ومجغول باستقرارنا ليه كل المجد حاجة تانية الله بيعمل الكلام ده بحكمة فائقة مين اللي نشاغل بجوازه أسحاق نشاغل الأول ولا إبراهيم نشاغل الأول إبراهيم نشاغل الأول مش كده ويقول لنا الكتاب أنه لما شاخ إبراهيم وش معنا يعني لما شاخ وتقدم في الآياب يعني عايزة يقول لك تاب وليدة حكمة الأمر يحتاج إلى حكمة والحكمة دي ما كانتش بتاعة اسحاب لكن كانت بتاعة مين إبراهيم 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 إذن الزواج الله مشغول بي الزواج الله بيديره بحكمة الزواج يحتاج إلى حكمة الله يعني عايزة أقول لكل شاب وشابة من فضلكم أنت وأنا أنا اخترت الحمد لله لكن أنا بتكلم على نفسي كطبيب نفسي لو جبتوا كل الأطباء النفسيين مش يعرفوا يختاروا لكم لو طبقتوا كل النظريات اللي كتبوها البشر مش هتصلح قاعدة للاختيار لأن أنا للأسف الشديد حاليا بحس أن أغلب الشباب أنا حزين فعلا لأن أغلب الشباب حاليا بيختار بالطرق اللي بقى البشر بيختاروا بيها بتكلم على الشباب المؤمنين بتكلم حتى على المؤمنين بتكلم على احنا اتخذنا في طيار عام وزي ما الناس زي ما الشعب قاله زي ما الناس يعملوا احنا نعمل فزي ما الناس بيعملوا احنا المؤمنين بيعملوا لا ما ينفعش لأن احنا لنا أب مسؤول عننا وهو حكيم وآنا وإنتو ليس عندنا أي كفاءة لحسن الاختيار ليه؟ هو الاختيار أصله شخص الشخص وجوه الجوه مش بره البره مش إشرا للإشرا الإشرا دي بتبان مية مية من بره بالظبط بالظبط يعني أنا استحسني البشري للجمال والشكل والتون الشعر ولون العنين ده إشرا يعني الرب كده زمان للصموية آه ما يغرقش ما انظره وطول قمته آه لأن الإنسان ينظر إلى العينين بس أنا عايز واحد قلب مش عايز عينين آه نفس الكلام الجواز مشاركة حياة داخلية الداخل ينفع مع الداخل الطباعة تنفع مع الطباعة خصائص تنفع مع مين يعرفها دي آه آه مين يعرفها نحنش عرفها إلا الله ده أنا بس بيخليني من ناحية أتشجع لأن الله حلو اللي ماسك زمان والأمر ومش ضدي ثانيا الله يعرف يختار على أروع ما يكون بعد كده بقى عندنا كتاب دكتور عصام السوري هوقفك ثانيا يعني معنى ذلك أنت بتشجع الشباب أنه أنه يسيب ربنا يدير الدفة وهيجيب له واحدة هيجيب له واحدة طب مش ده تواكل هو المشكلة أنه مش قادر يسيب ربنا المشكلة أنه أنا مش قادر مش قادر أوجف طريقة تفكيري زي طريقة ومبادئ وأفكار الناس لا مش تواكل أنا ما قلتش أن أنا هاركن عناية ولا هاركن عقلي أنا ما قلتهاش كانس لكن كيف أستخدمهم لو استخدمتهم لو أستخدمتهم زي بقى الناس أن أنا بعمل حسابات دي تاخد في الجمال سبعة من عشر وتاخد في العيلة تلاتة من عشر وتاخد في الشهادة عشر من عشر وتاخد في الطبع في حاجات مش عارفها مش أنفى وهي الحاجات الخارجية ودي لتصلح إطلاقا قياسا مطلقا للاختيار مهما كان لكن عند كتاب في قواعد أخذ الأساسات والقواعد الكتابية في اختيار شريك الحياة أو شريك الحياة بمعنى في مبادئ عامة مبادئ العامة ده يعبار عن إيه مثلا يعني لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين دي سهلة يبا دي أساسي لو دي مش مؤمنة ما تنفعش لو ده مش مؤمن ما ينفعش ما غمرشي الوقول يمكن ربنا يغيره لي ويمكن ربنا يغيرها لي هي هو ده نير متخالف ما ينفعش ما قدرش أشتب الآية ما عنديش استثناء أنا يبا ده الأساس يعني ده لو واحد خد حد وآمن بعد كده وكان الشريك التاني غير مؤمن ما كانوش مؤمنين في الأول معلش لأتمسك بصلاح الله لكن أنا مدام داخل في مشروعي بقى أدور على الكتاب الكتاب يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين أنا ما قدرش أشتب الآية دي ما قدرش أقول ما فيه مواصفات ما هو قريب من الكنيسة ما هو مش بس لو مش متأكد أنا لو عندي ضر تشك في إيمانه وأنا مؤمن ما ينفعش معاي يعني لازم الإيمان ما ينفعش فيه 6 من 10 ولا 7 من 10 ولا 8 من 10 الإيمان يكون نقي حقيقي يا إيمان يعدمه يا 100% يا 0% وده بيعتمد على الشهادة الحاجة التانية وده مهمة ومهملة وده مش فكري شرقي بس ده فكري في الكتاب أن الأهل لهم دور كبير جدا في قصة اختيار شريك الحياة ده ده دي لازم نقف ده موافة شرقي لا نقف ده موافة شرقي اسمعوا بقى شباب يا شباب خلي بابا وماما يبصوا كده بعينهم الحلوة والأهل لهم دور أنا عارف الجماعة الموجودين في الغرب يضربوني لكن حتى اللي في الشارق للأسف 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 اللي مش لقي كبير يدور له على كبير علشان الحكمة وعلشان مش ضعف فينا عديد المشاهد هناخد فاصل قصير وهنرجع تاني يا طارى الأهل اليوم دور بابا وماما يا طارى دور على خطبة تدور لي على وحدة اللي هي ماما يعني ولا أنا أدور على وحدة وأمشي بمزاجي ومفكرش في بابا وماما عديد المشاهد ابقى معنا احنا مش هنزعلك احنا هنشجعك وحنا هنقولك إن في بركة جاية لطريقك وبركة جاية لطريقك هنرجع بعد الفاصل من مدرسة الحياة قولك بابا أنت مش اللي تتجوز ماما أنت مش تتجوزي فهل المبدأ ده مبدأ في الكتاب ممكن لتنين يكونوا مؤمنين لكنهم غيروا متفقين لأي شاب والأي شاب ما عندكش إرادة ذاتية مصر عليها تأكدوا أن الروح الخدس هيأخذك صح شبابنا في الغرب بيحب يروحوا جبوا بنات من مصر والعيب اللي وقعوا من دولها مش لقيه العيب أنا بدور عليه مش عارفوا إقفين اللي بدور عليه زي إيه ده منا عزيزي المشاهدين برجع عليكم مرة تانية من برنامجنا مدرسة الحياة والحياة اللي بنتكلم عنه ده جزء من مدرسة الحياة مدرسة الحياة تكلم النهاردة عن مشكلة أسرية تمت في أحلى مكان في أروع مكان في أجمل اختيار في جنة عاد طبعا كان سببها أنه في حاجة غريبة دخلت في مشكلة دبت جوه البيت ولدت خلاف بين رجل مبارك آدم وامرأة مباركة حواء والاثنين بسبب دخول الخطيئة أدى إلى مشكلة لدرجة الراجل عتب على ربنا وقال له الست اللي انت جبتها لي هي سبب المصيبة اللي أنا عايش فيها أنا عارف آدم ما كانش بيقصد كده لكنها كانت عذار وآدم كمل مشواره محوة وعاشوا مع بعض مئات السنين وخلفوا أولاده وبنات وكانوا عايشين يمكن متألمين في الأرض لكن كانوا عايشين حياة مباركة ما سابوش بعض ما تركوش بعض وقفنا دكتور عصام بنرحب بيك مرة تانية شكرا وقفنا قدام قضية من القضايا الأساسية لاختيار شريك شريكة الحياة واتفقنا مع بعض أن المبدأ الأساسي لاختيار شريكة الحياة نعرف المشاهدين سموا عن كلام ده ألاف المرات لكن يمكن بنعمل تذكرة لأذهانهم وإحنا بنتكلم في قضية من القضايا الأساسية الجوهرية في الكتاب اتكلمت نينا قلتنا أن اختيار شريكة الحياة يبنى على أساس كلمة الله وقلنا كلمة الله بتحط الأساس أن أنا ماكنش في شركة مع غير المؤمن أو غير المؤمنة يبقى هذا النير بيسبب مشكلة وما خمنش لكن لو أنا اتجوزت واحدة غير مؤمنة أكمل لأنه ربا هيباركني وهيبارك زواجنا اتجوزت واحد غير مؤمن وكان يعني اختيار ما كانش قد كده لكن ربنا هيبارك هذا الزواج لا يعني أن أنا أترك زوجي أو أترك زوجتي لأنه ده مبدأ غير كثير احنا بنتكلم على لسه هيرتبط لكن اللي ارتبط ما بنقولوش أنت ما يقولش ده اختيار غلط من الأول طبما تم الزواج انسك قصة مشيئة أو مش مشيئة ده خلاص هي حاليا بيئت جسدك ما جمعه الله لا يفرقه إنسان بغض نظر عن صنفكم وهي مقدسة فيه وهو مقدس فيها بحكم كونهم جسد واحد دكتور عصام أثرت قضية يمكن ما بتعجبش شوية الزهن الحديث اللي هو شبابنا وشباتنا في الأيام دية قل لك بابا أنت مش اللي تتجوز ماما أنت مش تتجوزي بابا أحب أنا أختارها بمزاجي فقلت أني الأباء ليهم دور بسبب الحكمة فهل المبدأ ده مبدأ في الكتاب أكيد ده مبدأ في الكتاب وفي كل الجوازات المعروضة في الكتاب الكتاب بيقول لنا كده إنجاز نحن نقول في الجواز اللي قدامنا بتاع آدم وحوة مين أبو آدم ابن آدم ابن الله مش كده يبقى إذن الذي يعتبر أبو آدم هو الله مين اللي جاوز آدم الله مش كده فعملها له بحكمة الحاجة التانية إنه في تكوين 24 في قصة إبراهيم وإسحاء مين اللي جاوز ومين اللي رسم الخطة ومين اللي فكر تيجي منين ما كانش هيجي على فكرة إسحاء إنه عايز واحدة من نفس العيلة وبالمواصفات مش سهلة لكن إبراهيم فهم كويس قوي مين المتعب ومين المريح ومين اللي ينفع معنا ومين اللي ما ينفع عشان معنا فليه الكتاب سجلنا دي سجلنا عشان يقول لنا أن دور إبراهيم مهم جدا في الموضوع لما نوصل هناك بقى لعيلة رفقة عيلة رفقة هو رايح علشان رفقة مش كده وشاف رفقة لكن راح تكلم مع البيت نظبط وبعد ما هم قالوا لابان وأمه وأبوه قالوا من عند الرب خرج الأمر يعني قالوا في الأول قالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها هل تذهبين مع الرجل هي كان ممكن لو قالت لا هيقف الموضوع أنا مش بقول أن الأهل يجوزوا الشخص غزبا عن عينه مدام الأهل وفقوا يبقوا خلاص بس الأهل لهم دور في أشياء ما يعرفش الشاب ولا الشاب بيعملوها دكتور عصام عشان نمشي في الخط كان دور إبراهيم أيو ليس اختيار واحدة معينة لكن اختيار البيئة الوسط معينة ووسط معين يبقى إذن توجيه الأب والأم يعني ممكن ممكن أنا أقول لابني أو لبنتي يا ابني العيلة دي ناس مؤمنين ناس قدسين يا بنتي الناس دور قدسين أنا موافق على أن اقترد من العيلة دي لكن بلا شك أنه الدور كان دور الروح القدس اللي ابتدى يوجه مظبوط يوجه الاتجاه بتاع مين المناسبة لإسحاق فالحاجة الثانية أنه أنه راح خبط على الباب مظبوط ما راحش قابلها في الكافتيريا وقعد معاها ومش عارف إيه وبعد كده قال لا اسمعي بابا وافق ما وافقش ما موافق ما وافقش ده مبدأ غير صحيح للزواج المسيحي خطير وبيولد مشاكل ومصاي لا ولا عمله في واحد عمل كده قال لأبوه يعني هو كان كويس شوية فقال لأبوه أنا عايز دي فأبوه قال له دي عيلتها ما تنفعش معانا أيوة شمشون أيوة ما حاب يتجاوز أيوة خزها لي بس أنا عجباني حسنت في عيني يعني ما فيش حد من كل شعب شوف برضو للعيلة ما فيش حد من كل شعب الله لا خزها لي فأرغم أبوه أن يروح معاه لكن إيه اللي حصل النتيجة كانت إيه مصيبة المطيجة كانت مصيبة ومشي من مصيبة إلى إلى مصيبة اللي لما طبط الأهل واعتبرهم ناس متخلفين ورأيهم ملهوش قيمة وما يفهموش إلى آخره يقينا حصد حصاد مرير الأهل ليهم دور في الجو العام في التوجيه في اختيار العيلة إذا ما وفقوش على العيلة يبقى ما ينفعش هم عارفين خفايا يمكن داخلي دا ما بنسموهوش يا دكتور عصام أولد فاشن عاو بنسموه تخلف عاو بنسميه دا مش جيلكم دا جيلنا أعتقد إحنا متفقين مع شبابنا وشباتنا الأطقياء اللي بيحبوا الرب إنه الاختيار مش غلط إنك تشوف مش غلط إنك تشوفي لكن مهمة قوي بركة الأسرة بركة الأب والأم بركة أبوها ومها لأنه بنشوف مصايب بتحدث كتير جدا ممكن لتنين يكونوا مؤمنين لكنهم غيرا متفقين والأب والأم لازم يكون لهم توجيه فضي نقطة مش معناها إن احنا متخلفين يمكن أنا وإنت من جيل جيل متخلف لا بالعكس أنا بشجع الشباب قوي قوي وبشجع الشبات قوي وبفتخر بأولادنا وبناتنا لكن ذكرت أنت مثالين في غاية الجمال مثال إبراهيم وإسحاق الذي خضع والذي وثق في اختيار الروح القدس بتوجيه الأب واتكلمت عن شمشون وذهابه إلى تمنى وإزاي ياخد امرأة ما كانتش من الرب ما كانتش من توبه ما كانتش من قيمته ما كانتش من كيانه وأدت إلى مشاكل ومصائب خلينا نكمل أساسيات الاختيار بعد كده رب بالظروف نفسها من ناحية قيادة الروح القدس يعني قلنا الكتاب الأهل والمبادئ اللي موجودة في الكتاب في قيادة زي ما حضرتك أشرت من شوية كان هناك الروح القدس أي والروح القدس عند عين الماء أي يعني إيه يعني الروح القدس بيستخدم الكلمة لقيادة الشخص أحيانا يجيب له الرب آية والشخص اللي مش مولف على قيادة الروح القدس في حياته ما يجيش في الزن أبقى يقول لنا وأحلان هو صحيح ربنا مش يسيبه ربنا مش يسيبه لكن في نفس الوقت لابد من أرشاد إلهي أنه يتعلم دي نغمة الروح القدس دي نغمة الروح القدس وأنا عايز أبسط الموضوع طول ما أنت لأي شاب والأي شاب ما عندكش إرادة ذاتية مصرة عليها تأكد أن الروح القدس سيقودك صح الذي سوف يعيق عمل الروح القدس أنك أنت تبقى مصرة على حاجة معينة بالضبط يعني أنا شايف حاجة كتابيا مش مزبوطة إيمانيا مش مزبوطة راحة الآخرين اللي هو الأهل مش مزبوطة وإنت جواك روح عناد أن أنت عايز دي يا دي يا مش عايز يا دو يا مش عايز مزبوط يا استحسان استحسان الشكل والمظهر والجمال والصور والعيلة والشهادة والوظيفة والدخل والفلوس يعني كل واحد عايز بس أقول حاجة يعني فيه فرق بين الإرادة ذاتية وبين الاحتياجات الإنسانية يعني إيه يعني الإرادة ذاتية أنا حطت شروط وما عنديش استعداد للتخلي عنها ودي مهم أني أتخلى عنها لأنه شارك زي ما قال الكتاب في أمسان العشرين أني ما أتخلىش عنها لكن فيه احتياجات إنسانية ودي بنعتبرها واحد من أدلة مصادقة الرب ما معناه واحد يحب مثلا الشكل الأبيض هو كده وما يطقش الغامق يطقوش ما يجيش عنده واحدة غامق وهو مش قادر يعني مش قادر يبلعها بس يقول لي ممكن ربنا موافق عليه ويفضل يصلي على أن لا روح القبول القبول الشخصي القبول الشخصي القبول الشخصي الخاص في المواصفات ودي بنصلي بنقول يا رب ما هو بس قطار البيض انهي فيهم بس في نفس الوقت يعني واحد يحب مثلا الشصنف المرح اللي يتكلم يعني هو هو يحب كده هو يحب كده ما يجيش مثلا قدام واحدة وحد قال له على واحدة أو شاف واحدة أو عرف أن فيه واحدة تقية بس هي أبو الهول اللي ما بينطقش ما بينطقش وقد بلك مش بس مش مرحة يعني مش بتاعت كلام خالص ويقعد معها مش قادر ينطق ما فيش أي نوع من ما يجيش بقى يقول أنه لا ما يمكن رب أن أمرتبها لأنا خايف أسيبها لأنا رب أن أمرتبها لأ هو أصلا هدي مش شربة هتشرب دي بركة لها مواصفات مناسبة لتركيبك عايز واحدة كريمة فلما تلاقي واحدة بخيرة صعب أقول أنها هتعيش معك وهكذا فدي احتياجات لابد منها ودي ما هياش إرادة ذاتية ودي الله عملها و الله بيحترمها وهيجيب لك واحدة أو هيجيب لك واحد فيه هذه المواصفات اللي نفسيتك تتوافق أو اللي نفسيتك تتوافق فيحصل تجازب وتلاقي وقبول بين الاتنين مصبو دكتور عصام خليني أنا بحس بدي أكتر منك شوية فضل شبابنا في الغرب بيحب يروحوا يجيبوا بنات من مصر يجيبوا بنات من البلاد العربية وشباتنا في الغرب بيحب يجيبوا شباب من هناك تحدث مشاكل كتيرة جدا 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 لا صحيح لأنه لأنه هو بيتعرف عن طريق الانترنت أو عن طريق التليفون وبيروح يجيب وحدة حسب استحسان الناس اللي هناك وآسف أقول استحسان الخدام أحيانا وخادم بيرشده لها هو ما يعرفهاش ونفس الكلام العكس صحيح أنه البنت بتروح تجيب ولد أو الولد بيروح يجيب بنت هل دي طريقة أنا شايف هل أنت شايف أن دي طريقة مزبوطة كتابية وإزاي نقدر نحط لها حل في خلال دقيقة أنا عارف محتاجة هل الكتاب قال كده أنا دائما ما عنديش مرجع تاني لأن محدش يعرف الصحة غير الله مش كده وأنا بجهل عند استفهام بجهل بدور على الكتاب هل الكتاب قال دي طريقة تنفع أنا ما شايفش أن دي طريقة تنفع إطلاقا والدليل إيه أن نسبة الفشل فيها أكتر من نسبة النجاح جدا دي نسبة الفشل فيها أكتر من نسبة النجاح اللي بيحزبنه ويقول لازم أمشي معاها لمدة مش عارف كام سنة الديتنج بقى واخد بقى حضرتك وبعدين اللي بيروحوا بقى للمشيرين ما تزعجش مني بقى واخد بالك أنت أشرت للقدام أنا موافق أو المشيرين ويقولوا دي بقى وعدين تنفعوا يععدهم مع بعض يقولوا أنتم تنفعوا مع بعض 100% ويقعد اتنين تنين يقولوا أنتم ما تنفعوش أبدا مع بعض كلام في منتهى الخطور أين القيادة الإلهية دكتور عصام يمكن أنا أنا بعمل حاجة شخصيا في جوانب الزواج لما يكونوا اتنين بيتقابلوا مع بعض ويجوا يقولوا لي يا سيس رائف عايزينك تجوزنا وتعمل لنا الفرح أقول لهم أنا لازم أعود معاكم من خمس مرات لسبع مرات الحقيقة مش بقول لهم أنتم تنفعوا ما تنفعوش بالضبط بقول لهم إيه الأساسات اللي هتواجهوها بعد الزواج لإني مرات الشباب بتاعنا إحنا زمان ما كناش عايزين مشيرين إحنا ناس أنا مش بقول شبابنا مشيرين كان عندنا رعاة وكان عندنا كلمة طلعة وكان عندنا مرشدين وكان عندنا أولياء أمور كان فيه مبادئ وكان فيه عيب والعيب اللي وقع لي من دولها مش لقيه العيب أنا بدور عليه مش عارف وقع فيه بدور عليه زي آدم أنا أنت مش لقي العيب مدركة الحياة تغيرها تغير فالمشيرين لما يكونوا نمرة واحد لازم يكون شخص طقي يا خاف الله نمرة اتنين لازم يقدم الأساسات من كلمة الله نمرة تلاتة لازم يكون حافظ أسرار وكاتم أسرار للتنين ولازم يسعى معهم على حياة القداسة وحياة التقوى وفي نفس الوقت لازم يقدم ليهم بصدق وأمانة ما هو قاتن بعد الزواج لأنه شبابنا ميزيين زمان مش احنا مش بنقلل منهم فيه شباب زي الورد دلوقتي وعيال ربنا يباريكم واحنا منينا صدق وشبابات ممتازات ده صحيح لكن الحياة دلوقتي بقيت فافي شوية ومدلعة شوية وما فيش ثقل المسئولية يعرفوا أن بعد الزواج غير ما قابل الزواج وقت الخطوبة شيء وما بعد الزواج شيء آخر لأن فيه مشكلة هتطرأ قابلت أم لم أقبل هذا محاوك أنا عندهم مشكلة هي دلقضية حبيت أختم بيها الموضوع لك تذكروا مرشديكم مش كده فلابد من مرشدي الذين كلموكم بإيه بقى وده المهم شوف حدثك بتقوليه بتحطرهم الأساسات منين من الكتاب الذين كلموكم بكلمة الله دكتور عصام أنا بشكرك لأجل النصائح الحلوة عزيز الشاب وأخت الشابة أخوية وأختي المتزوجين في بيتكم المبارك اللي ربي يجعله بيت مبارك ويخلي كده حضور المسيح يكون سيد على البيت أوعد فكر الدنيا الضيعة الدنيا هتتتكركب والدنيا هتتبه فيها خسارة وفيها خراب لما تدخل مشكلة أو اختلاف في الرأي اترموا على ربنا اترموا على كلمة الله خلوا كلمة الرب تكون حماية وحراسة ليكم خلوا الرب رأس البيت يكون سيد البيت أخوي الشاب أخت الشابة خليك مسنود على سيدك اللي هيختار لك المعينة اللي هيختار لك المعين صلي قدامه بدل ما تصلي مرة صلي مئة مرة صلي ألاف المرات وقلوا رب ارشدني وعلشان اتاجه لاتجاه الصح استند على كلمة الله خد الأساسيات الكتابية اقبل رأي الأسرة في التوجيه وليس في اختيار واحدة معينة أو شخص معين رب يبركك يبرك حياتك لو تحب تتصل بينا يمكن فرقعنا قم بلا كده وديقناك ولا حاجة أو يمكن قلنا كلام رب هيدي لك الارشاد والنصيحة انك تكمل المشوار وتكمل المشوار رب يبرككم احب اسمع منكم في عنوان قدامك تصل بينا وان شاء الله نلتقي معك في وقت قريب وفي حلقة اخرى من هذه المدرسة مدرسة الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة